اشتركوا في القناة اتحاد بنجردان عنا برشة ما نحكيه مع المدرب القادير شاكر مفتاح خليني نرحب بيك مرحب بيك سي شاكر شرفني بحذورك في راديو ماد وان شاء الله نعدي وسواعة نقولوا فيها الحقائق اللازمة للسادة المستمعين في راديو ماد مرحبا بيك سي صاحبي ونتشرف بحذوري في حصتكم ومرحبا بكافة مستمعية راديو ماد وان شاء الله نعدي حصة قيمة ونفعل المستمعين ان شاء الله ان شاء الله سي شاكر ومرحبا بيك قبل ما ندخلوا في صميم الاسألة متاعنا نحب باسمي الخاص وباسم السادة الحضور في بلاتو برنامج خليك سبورتيف نتقدم بقى حر التعازي للسيد فاروخ كتو الكاتب العام لجمعية رجل تونسي بعد وفاة شقيقته الله يرحمها ونعمها وانا لله وانا الهي راجعون وصبر جمينا لآل كتو خلينا ندخلوا في الاسألتنا توا سي شاكر سي شاكر مفتاح اندمت على التصريح اللي كلفك الإقالة من الاتحاد بنجردان لا ولا لا ما اندمتش بصراحة لانه انا قليل وين في حياتي اندمت على اي موقف ولا اي قرار خذيته نظرا لاني معناتها اول شي معناتها اذا تكلمت ولا صراحت ولا خذيت قراره من غير حسابات معناتها سبونطاني ما وكيف كيف بطبعي معناتها ما نغلطش ما نتسرعش نعرف شو نقول في بالي وقلت معناتها حاجات اللي واقع نعيش فيه من غير محسبت من غير مربط بخلفيات شنو اللي باش يصير دونك مثل ماش علاش باش نكون نادم وخاصة اللي لمسيت لا اشخاص لمسيت هيكل وهذا واقع متع كورة معناتها مستوى متع بطولة نعيش فيه تقريبا يوميا ونعرف بانسور عشنا معناتها قبل بسنين كيفاش كانت البطولة التونسية ونشوفوا فيها معناتها كيفاش قاعدة معناتها سايرة في الوقت الحاضر وقاعد المستوى يدننا معناتها من موسم الاخر مثلا ماش بوادر متع تحسن كنا من جملة الاسباب هي معناتها نظام البطولة معناتها وشوفت مباراة اللي عشتها نهارتها وخاصة في شوطها الثاني معناتها بصراحة مستوى من الفريقين ما كانش يليق لا بمستوى الفرق الاثنين ولا بمستوى معناتها البطولة نظرا للارهاق اللي معناتها على اللاعبين معناتها جراء اللي دي بلاسمون اللي هو رابعاتهم ونظرا للارهاق اللي جراء المباريات المتالية كل يومين أو كل ثلاثة أيام مباراة ونظرا وهذا أهم شيء للحسابات اللي قاعدت تاغية على المباريات في البطولة هذه لأنه معناتها بعد سبعة مباريات بيانسير بيش يصير تقييم بيش يلقى روحه معناتها عنده ثمانية ولا تسعة نيقاط ولا عشرة نيقاط بيش يقول لك أنا بيش ندخل مرحلة الاختار مرحلة البلاي اوت دونك ينسمني من طوى معناتها لم كان نتائج الهاجس الوحيد كان عند الفرق هي النتيجة الشيء اللي يخلى المدرب نفس الشيء يخدم على عصابه يخدم نتيجة تسنى فيه اليوم مدرب يعمل ماتش نيول يلقى روحه الليموجي مدرب معناتها يخسر على الاكستريور الخسار طولول يلقى روحه الليموجي هذا كيتسرب بطبيعة لللاعبين وتولي اللاعبين ما يش تلعب فيه ارياحية كبيرة واذا اللاعب ما يلعبش في ارياحية شنو المستوى الفني اللي بش يقدمه ولا شنو التطور اللي بش يصير وقت اللي احنا انا نتصور معناتها مهمتنا هو التطوير معناتها الاداء الفردي والجماعي للفرق اللي نحنا نشتغلوا فيها اليوم التطوير معاتش موجود التطوير معاتش نحكيو عليه نحكيو كان على المتيجة هذا هو معناتها اللي خلاني تكلمت وصيرته معناتها عشت عمناول وضعية متاع بلاي اوت بصراحة اللي تتفكر الناس كل كيفاش كانت الخاتمة متاحها كيفاش كانت النهاية متاحها ولينا معناتها خرجت حتى على النطاق معناتها وطني خرجت معتها وليت انترناسيونال معناتها المباراة الاخيرة معناتها واللي صار فيها وليت معناتها وصلت للتاس ووصلت معناتها في رقة ظلمة وفرق بش كذا هذي الكل شن هو بخاطر بلاي اوت كان كانت قبلش بي ما كسرتش قبل معناتها مشاكل ووقت لي ثم معناتها بطولة بربعتاش فريق وينزلوا زوز في رق عادي كل ما ونزلت في رق راهي بسامها وما صارتش معناتها مشاكل وما صارتش وكانت البطولة معناتها محترمة دون قلنا عمناه وليمكن تكون هذي كاخر تجربة هي لاني معناتها الظروف معينة خلات الناس تلتجي للبطولة بمجموعتين يخي مرعني لسناها معناتها لو تتعاود نفس التجربة لمعناتها البطولة بمجموعتين بصراحة سي شيكر في كلمة عند قناعة بطولتنا مشبوهة والله مشبوهة شنوها مشبوهة شوف تحس فما حاجة معناتها مش عادية في البطولة معنات خاصة في المباريات الحاسمة في الناس خايفة تحس الجمعيات مش مرتاحة تلعت كل حقيقة سي شيكر والله هذي الحقيقة اللي عاشتها أنا عاشت أنا نقول لك معتها سواء في الأولمبي الباجي ولا في مستقبل سليمان ولا في نجم المتلوي ولسنا في اتحاد بنجردين تحس تم ضغط على رزولتها معنا كل واحد يحب من نعروح البيع وش رأي موجود في كل قدمة تونسية تصور موجود ما عنديش حاجة ملموسة من تصور موجود بعض الإقالة اللي حكينا عليها إقالتك من اتحاد بنجردين بتاريقة مريبة مجدكش اتصالية تودين هذه الاستقالة من أطراف قريبة من أصحاب القرار في بنجردين ولا بعض اللاعبين لا لا معناها فما ناس تعاطفوا معاك من اتحاد بنجردين ولا لا شوف تعاطف معايا مية في المية لا معنا يمكن الناس اللي كانوا قراب مني اللي عاشوا معايا في الأجواء بتحضير المباريات وفي الشهرين اللي عديناهم تحس في وجوههم ثم شوية حسرة معنا تحس في وجوههم لغالب وكهو معنا تبقينا بش تمشكون عبر كريمو معنا اللي رأوا احنا معاك ولا اللي ما حقوش يصير اللي صار لا لا ما يتحس معنا كمام نفهم أنا فما شوية حسرة على وجوه الناس لأنه قضينا بصراحة معنا فترة معنا هما اشتغلوا معنا مية في المية كانوا كنا في أجواء طيبة يقال في الكواليس ونحبك تجاوبني بصراحة أن طريقة إقالتك من اتحاد بنجردين كانت بأمر من شقيق رئيس الجامعة التونسية اللي يقول في قدم وجوه الجري اشنو تعليقك والله يقال هذا يقال لما أنا حاجة ملموسة بكل صدق نجاوبك حسب المعطيات اللي صارت حسب اللي صار ما عنديش ما يثبت أول شي إجا نقولك أنا لما تحاولت البنجردين ما كانش عندي حتى اتصال بشقيق رئيس الجامعة ولا مرة لا بالهاتف ولا مباشرة يمكن اليوم لو لو الثاني أنا موجود في بنجردين وحقيقة بش نقولها تصل بي الحاج محمد الجري والد سواديع والد وجيه أخويا قال لي مرحبا بيك في بنجردين وراني أنا ستبشرت خير بوجودك غادي ونتطمنوا على جمعيتنا وعننا فيك ثيقة وإن شاء الله أقرب ملاسبة نجي فهل بنجردين قابلك معناتها موقف بصراحة أنا فرحت لأنه قدرت الراجل كبير وراجل كان رئيس جمعية معناتها قبل وهذا تليفون ورحب بيه وبرك الله فيه أكثر من هذا ما كانتش عندي علاقة حتى بوحد كل ما كان هو سبب ولا بإعاز من واجئيه معناتها صارت لي قالم بصراحة ما عنديش حاجة تثبت وما نحبش نظلم لكن نجميكو حاج محمد الجاري ربي يتول في عمره وربي يتول في أنفسه والد السيد وديه الجاري قلت لي معناها فرح بيه هو موجود في تونس هو فرح هو اتصال هاتفي معناتها كجاست منه خاطر ما تفهمش اللي سمحني عملية استقدام سي شاكل مفتاح ما تمتش إلا برضاء فمي ودي على الجاري لا 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 شوف حتى اليوم لولاني معناتها اللي وصلت فيه البنجردان ما تحاولتش للملعب ما تحاولتش للملعب خاطر مش نتحاول للملعب أنا وما معاياش شكون معناتها مسؤول أول على الفريق حتى للاندوم جاء سي ربيع ودخلنا ومشينا مع بعضنا للملعب وقدملي هو لللاعبين وقعدنا في اجتماع رسمي مع اللاعبين وبعد بشرنا التمارين إلى حد قريب تتنصب الهيئة الجديدة اللي هو فيها سي جديد العرف تحييلي أنا نحييه وقتها بعثت له ميساج وزد ما يتقابلنا قتله إذا عندك أنا راني اللي حكى معايا هو سي ربيع الوحش اليوم سي ربيع ما هوش موجود في الهيئة المديرة اليوم أنت رئيس وعندك هيئة مديرة ينجم يكون عندك توجهات ثانية عندك دي بروفيل أخرين متع ناس حر وحق من حقوقك وقل لي وما صار شي قالوا لا قالوا لا قال لي لا مقتنعين وكذا وبيش نكمل وناخد عطيتوا الحاجات اللي تفهمت فيهم أنا وسي ربيع رابش يكون في بالك تفهمت أنا وسي ربيع في الجزئيات هذه وهذه في جلسة صغيرة قبل ما يعمل اجتماع ولو باللاعبين وصار الاتفاق قال لي في الآخر الحديث قال لي با نعم ولأ علش قال لي قتله أنا حاجة واحدة بيناتنا أنا ما يتدخل فيها حتى واحد خدمتي ما يتدخل فيها حتى واحد وانتي من حقك مصلحة جمعتك حاجة واحدة بيناتنا إذا ترى الجمعية معنتها مش ماشية في الطريق الصحيح ومن مصلحة الجمعية بيش المدرب يمشي على الاروح جيني كريمة تقول لي أخويا في المكتوب تمشي على الاروح أكثر من هذا راني ما نقبلش تدخل قام هو قال لي بيناتنا للي 14 بعد قمنا قال لي تعرف 14 برشا خليها ما ثناش واحد فبني دونك هذي على المباشر خلوك تكلم تفضل تفضل شكون ذرسي وديع لا لا تفضل بيش نوضح معنتها في بالي كل شي هذي هذي الحديث اللي ساك وقعدنا نخدم على الاروح معنتها الحق معنتها طيلة الفترة اللي عديتها رو ما كانتش فهم معتها دخولات في الأمور الفنية لكننا نخدم معتها في وكان كل بعد كل المباراة رو مش نقول لك حاجة سي جليدي العرف والتسجيلات موجود معتها يحاوروه معتها في حوارات مقتنع ويقولهم أنا مقتنع بالعمل اللي يقوم يقدم فيه سي شاكر مفتاح وجمعية قاعدة تقدم وقاعدين كذا ويخلط عليها حتى بالتاليفون وبعد يقول يعطيكم الصحة والملعبية واليوم فرحتونا وعملته مباراة ما كان هو رجل طيب برش ويحب الربح ويحب الجمعية وهذه كانت علاقتنا أكثر من هذا إلا حد مباراة سليمان معتها لك حصل للمنعرج بعد ما خرجت خذيت مستحقاتك المالية خذيت مستحقاتي المالية وبرك الله فيه خلصك على دير المالية خلصنا يعطي الصحة سي صالح الثابتي قال معايا في قناة تونسنا أن تصريح سي شاكل مفتاح باش تخلي المنظومة تسكر على سي شاكل مفتاح أبواب التدريب مع الفرق التونسية في قادم الأيام شنو تعليقك شنو موقف من كلام سي صالح الثابتي سي صالح بالمناسبة حييه وسي صالح الثابتي كنا قراب من بعضنا هو محب وقتها من متيم بالنادي الفريقي وكان قريب قريب الهيئة المديرة ما تماش مباراة ما يكونش موجود معناتها ليلة المباراة وكان قريب من اللاعبين بالمناسبة نحيه المنظومة ولا منعرش أنا ما نمنش بالمنظومة نمن بالرزاق من عند ربي إذا ربي يكاتب لك برزق منجي من حولك حتى واحد هذا أكيد سي شاكل لكن فما صراح تسكر باب راي تسكره وتحب تحل باب تحلو في تجاه مصلحة طبعا ربي ربي فوق الناس كل فوق أي واحد خاصة في الأمور وانا راني إذا كان بش منعرش أنا نحط مصيري التدريبي مع توجهات أنا نوتر جسوي نوتر ما نمشيش في اثنية حتى واحد وما نربطش روحي بواحد مقابل معنتها مسيرة تدريبية مفروشة بالحريق منما أنا بجهدي بعرقي بالعمل متاعي كان وفقت وتوفيق من عند ربي راني بش نخدم كان موفقتش راني مستحقش بش نخدم لأكثر ولا أقل مش خايف منها النقطة دية ما نخافش والله اللي نخافها ما نش خايف حتى شي بالعكس راه وما نتصورش أنا بش توصل بصراحة أنا تحب نقولك أنا ما نتصورش ناس توصل على أبريتو ما قلت شي ما مسيت حد ما ما سبيت حد بش توصل تعارق مسيت اختيار المنظومة مسيت برامج المنظومة طوائج نقولك اللي يتكلموا فيه الناس في الترك وفي الكوالبرة وكلها تتكلم راه وهم يعرفوا اللي الناس هما مقتنعين اللي ما هيش بطول قلت وانا ما سبيتش راه وما نتصورش إذا توصل الناس بش تقولك معتها هاي شاكر مفتاح نوقف عليه الطريق في الناصيونال أه ولا منع شنو ولا مع بعض جمعيات وتستيرها أول حاجة ما نتصورها شنستبعدها ثاني حاجة معتها لارزاق بيد ربي راه ويجا بعد خروج سعيد السايبي بالتراضي مع مستقبل سليمان والانتقال لتدريب النادي الافريقي طرح مجددا اسمك على رأس جمعية مستقبل سليمان الصحيح تمت اتصالات ولا مجرد كلام متاع فيسبوك ومتاع الشارع شوف أنا علاقتي بمستقبل سليمان نسكول تعرفها علاقة وطيدة علاقة قديمة مش روعة من وقت لمستقبل سليمان خرج للأضواء ولا في الرابطة الثانية وبعد الرابطة الأول لا لا أنا دربت مستقبل سليمان وقت لترع وقت أيامات الجمر وقت جمعية تتدرب في الليل وقت أنا ندرب في مستقبل سليمان ونخرج علاقتي وطيدة وكبيرة مع سليمان كله مع أهالي سليمان تعتبرها دارك مستقبل سليمان جمعيتي وعلاقاتي لليوم حتى للمباراة الأخيرة اللي هي ضد مباراة بن جردان سليمان كان معتها فرحوا بيا تكريم روصار بوقت باقة ورود معتها ما شاء الله من سي وليد جلات ونس كل فرحوا بيا وعلاقتي طيبة بالنس كل بقينا عملين اليوم سمعت كيفك معتها من برشة أطراف اللي بليتون نس كل تتسائل يجي خمسة سبعة تليفونات في سليمان وهك رسميا ما صار حتى اتصال لا من بعيد ولا من قريب وانا معتها نتمنى لهم كل خير ونتمنى ان شاء الله معتها يوفقوا في الاختيار متحم ولهم حرية الاختيار الجامعية اليوم اخذت بلي اخر جامعية محترمة جدا عندها معتها التجربة ما يكفي كون هم يختاروا الانسان المدرب المناسب في الوقت المناسب وضح دربت مستقبل سيمان الأولمبي الباجي نجم المتلوي واخير الاتحاد بن جردان لو تحدثنا على هذه التجارة باختصار وين وين كنت مرتاح أكثر وين لقيت روحك أكثر ولقيت فلسفتك التدريبية مشيت أكثر شوف مستقبل سليمان خديتهم وقت اللي صعدنا من الدرجة من الرابطة الثانية للرابطة الأولى كانت أول تجربة لمستقبل سليمان في الرابطة المحترفة الأولى كنا معناش فكرة معناش حتى فكرة على الميزانية معنتها فلوس قداش تكلف كانت تنسيق كبير برشا بيني وبين سيوالي تجلات على أساس فريق صعد جديد يلزمنا انتدابات والانتدابات تكون في حجم ميزانية النادي عطاني الحرية المطلقة في اختيار اللاعبين وعطاني معنتها الميزانية اللي نجمو نتصرف وفاهم من ناحية المادية وكان كل شيء بالتشاور ما بيناتنا في اختيار اللاعبين أنا نختار تيكنيك ما وهو يكمل معنتها الكوتي مطريال عملنا فريق معنتها محترم عملنا مباريات ودية عدد 14 يمكن مباريات ودية حطينا الفريق وعملنا معنتها باركور من اللول كان صعيب شوية ومن بعد مشات الأمور في الفاند لالي معنتها الجامعية واللي تقدم في فوتبول معنتها محترم برشا والناس الكل معنتها بشهادة المحلين والفنيين اللي مستقبل سليمان كان يقدم في كرة ممتازة وقتها صار صوت فاهم بعيد على النتيج ما عندوش حتى علاقة بالنتيجة دايور خرجت وانا في معسكر ديما نربط خروجي بطبيعتي أنا جسوية ريجيد معنتها ما نفلتش وكهو معنتها أنا خذيت عملت ريكسيون رئيس نادي وطلبت بش نمشي على روحي منسحبت وقت لخليت الفريق للدرجة الأولى رجع الانتدابات معنتها لقيت شوية ديفيكولتي في باجا بصراح ديفيكولتي منين من 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 البرة من الشارع الرياضي في الانتدابات اللي صارت كان ثم بكود لكن بعض الحمد لله الانتدابات اللي قدمناهم اللي قمنا بهم بليتو إلا ورجعوا بالفايدة للنادي معتها شيها بجبالي خرجوا ودخلوا فلوس ساقبزوا وخرجوا ودخلوا فلوس واليوم رجع محمد صالح المهاذبي خرجوا ودخلوا فلوس واليوم رجع عبد الرحمن الحنشي اليوم قاعد يسجل للفريق وقاعد معنتها يفيد فيه والحمد لله معنتها ظهرت بعد الناس وقفت اللي العمل اللي قمت بيه في باجا كان معنتها محترم ومفيد جدا نجم المتلوي وضعية أخرى وضعية اخذت فريق بستة نقاط في مرحلة الذهاب مطالب باش نخنمنع الفريق اول شي من النزول مباشرة وهذاك اللي صار ثم كنا قاب قوسينا وادنا من الخروج من مرحلة البلاياوت هذيك ما كانتش الجولة الاخيرة للجولة الاخيرة لأحنا اخسرنا ضد الترجي في المتلوي وصيابي ربحت في بنجردان كانت هذيك عاملة كان صيابي خسرت في بنجردان كنا نجموا معناتها وقتها معناتها نبعدوا على مرحلة البلاياوت ودخلنا مرحلة البلاياوت وكانت تجابي في المتلوي سي شكر بشنا عندي مفاجأ لك عبر الهاتف ونرجع ونوصل لحوارنا مساء الخير سي وليد سي وليد أنا وسهلا سي وليد جلال صحبي بكار معك على المباشر خذيتك على الطائر سي وليد شنا حوالك هو شنا حوالك والله خذوني على الطائر الطائر طائر صحبي بكار في راديو مادين دي في برنام شخص سبورتي شنا حوالك لباس صحتك لباس تونسي ولا قطري لا لا تونسي وسليماني بالتحديد ومانيش ماشي القطر ماشي القطر إن شاء الله حتى من هناك ومان نمشي القطر كانت رشح ونمشي إن شاء الله كانت تور الثاني إن شاء الله إن شاء الله نترشح ونشوفوك في التور الثاني معايا معايا في البلاتو المدرب القدير شاكل مفتاح قاعدين في إيوار متول حكينا على قال المستقبل سيما داري قال برشا بربي أبعد شوية برشا حسبح ذاك مستقبل سليمان سألته سؤال قدت تردد على مواقع والتواصل الاجتماعي اسمعنا برشا كلام بعد القطيع بالتراضي بين مستقبل سليمان والمدرب الشاب سعيد السيبي توري ها اسمك مجددا على رأس مستقبل سليمان قال الرئيس ما كلمنيش جاتني أتصالات جانبية قال مستقبل سليمان داري قال سليمان قبل ما تطهل أذوية كنت أنا وقت قيلت في الأقسام السفلة كنت ندرب في الليل قال أنا ولد سليمان وأنا أعتبرها داري حبيت ناخذك على المباشر مش ننفيه ولا نأكده ما يتردد الكواليس صحيح سي شكل مفتاح فكر فيه رئيس مستقبل سليمان سي وليد جلاد وإن اللي تقال مجرد كلام لأكثر وأقل شوف أنا علاقتي بشكل مفتاح على تكبير برشا وعلاقة نعتبره في مقام الوالد ونحترمه برشا رجلة ذلك لأنه وكنت مسيرة نجاح كاملة كانت رفقة تي شكل لحقيقة من الرابطة الثالثة للرابطة الثانية للرابطة الأولى عشت المدرب الوحيد اللي عشت معه تقريب في الرابطة الثالثة وعشت معه في الرابطة الثانية وعشت معه في الرابطة الأولى وأول تجربة لها في الكرة أول رياضي قعدت معها في الكرة هو تي شكل مفتاح ذلك لأنه يحظى مكانة خاصة عندينا وعلاقة تيبية ذاك عليش علاقة خاصة وأكبر من مدرب رئيس جمعية هو يعرف مع أولاده ومع أولادي وإخواتي كيف كيف العائلة كيف كيف تربطنا علاقة كبيرة وأنا نعتبره من أفضل المدربين في تونس من أفضل وكان ممكن شكل مفتاح يكون يحصل عديد البطولات كان ممكن جمعيات عطاته الفرصة واختليه هو فرابت الثالثة ولكن هو ما تعرف لا عنده ناس في الإعلام الدزمعة ولكن كفاءة كبيرة برشا كان في رابت الثالثة في رابت الثالثة وقتها خدم تكليل يتحكم عليه ما كش محتاج الأيدي أخرى بشتا تحك ذاك عليش معنا ما خرجش للأضواء خرج للأضواء مع مستقبل السليمان لني هو بنجاحه هو معنا بالخدمة اللي عملها هو أنا مسيرة كاملة تجمعني بشي شاكر سي شاكر ما كانتو كبيرة نعتبروه كل ما يجي لسليمان نعتبروه هولد سليمان لأنه عاش معها عطراب عاش معها عاش معها لحظات كل تقريب أكثر مدرب قال هو في سنوات الجمر خدمت في سليمان أكثر خدم سي شاكر خدم في سنوات الجمر وخدم في سنوات الأضواء عن مستقبل هذه بسليمان خدم في العهود جزوج وأكثر مدرب تولى مقاليد مستقبل هذه بسليمان أنا كنا جدت نخمم في أي مدرب باش نجيب وراء نجيب شي شاكر لحقيقة التمشي وش نقول لكم أول مرة معتا تقريب أول تسريح تسريح صحو في لي بش نقوله هاو بش نقوله عندك صاحبي مرحبا أنا عطيت فرصة عديد المدربين معتا المستقبل بسليمان ساهم في سعود أسهم عديد مدربين منهم سامي القفسي منهم محمد علي معالج منهم كريم العرفاوي اخذو الرابط المحترف الأولى واخذو الرابط المحترف الأولى يامن الزالفاني أول تجربة كانت معها كيف كيف في المستقبل يذي بسليمان اليوم خممت وانا قاعد نخمم نغادر الكرخ قدم معلش لا فما مدرب في سليمان ما نعطيهش الفرصة اللي هو مونير الشاحي مع الستف تكنيك مع البيتاني مع كذا ومدير مدير رياضي ممكن الأولوية كانت خممه في مونير الشاحي ابن الجهة وعلى معناش معناش في سليمان متهمناش في صعود مدرب ولد ولد لعب في سليمان نحكي لعب في سليمان وكانت توجه وعنده الكفاء عنده كل شهاد رانا في الربطة الثالثة رانا ذا كيف كيف مستقبل يالي بسليمان في الربطة الثالثة يعرفوا لي حكي شيكر تدرب عنده كان لعب متميز في سليمان وفي كرومباليا في بني خلاد مسيرة رياضية محترمة وكان نخدم مع يامن الزلفاني مدرب مساعد خدم مع شيشيكر خدم مع برشة مدربين حان الوقت بش خمم بش نعطيه فرصة كهيئة مديرة من البالة نخمه وتقريب شيشيكر يشطرني نفس الرأي وكان جيد خمم في أي مدرب أخب نجمش منتصل بشيشيكر أنا أراني نتبالك شيشيكر نتصل بي حتى بش نسألوا على المستقبل بسليمان أنا علاقتي بشكل مفتاح أكبر ببرشة من علاقة مدرب ورئيس جمعيان الشخصة كان كله كل الاحترام والتقديق وهو يصحق كل الاحترام والتقديق ونعتبر أنا شخصيا بعد فوزي بنزرتي في تونس عندي أنا شكل مفتاح يحظى بحرام كما المدربة ذاك متما كانش معطاوش الفرصة بش يدرب في رق كبرى وراء وحسد بعديد الألقاب وانا ذيك قناعتي معناها قناعتي الشخصية ويعرف هذه الشكل رسميا معناها الشيحي هو مدرب الجديد دي مستقبل سليمان تقريبا معناها تقريبا منير الشيحي هو المدرب الجديد المستقبل دي بسليمان سي شيكل حبي تفضل سكوب إذا يعطي تقولك صحب سكوب بسكوب نعرفك ملك الحصريات سي وليد سي وليد أوك أخويا في إذاعة إذاعتنا معت راديو ماد في جهتنا وأحنا نتبعوا الولاية نابل سليمان في الولاية نابل وعطينا ابن الجيها بش يشرف في إذاعة جهتنا وإحنا منورينكم في إذاعة جهتكم سي وليد آه بمسور أخويا بمسور نوري أخو معكسي شيكل أخويا سي وليد على إسلامتك سي وليد أنا أخويا 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 برك الله وفيك وهذه ما هيش أول مرة أنت يتكلم هذا الكلام هذا وأنا رأني قلت جمعي مستقبل سليمان جمعي وداري وعشت أيامات الجمر أيامات التراب وعشت أيامات زادة الناصيونال والليق دو وأنا مدين ليك راو سي وليد خاطر أول فرصة لا لا أول فرصة في الرابطة محترفة لولا أعطيتها لي أنت كنت تنجم ما تجازفش كنت تنجم ما تجيب كما تعمل لناس كل مدرم آخر أنت كانت عندك الثيقة تامة وكنت نحكي على العام اللولاني اللي عملناه في الناصيونال مبعضنا راو كل شي عملناه مبعضنا صحي وحتى إذا نجحت أنا سي جراس للوقفة متاعك وسي جراس معانتها الهيئة اللي كانت موجودة معانا وللخدمة اللي تخدمت من الأطراف الكل أنا أنا قلت لك نحترم كبارش نحترم الأراء متاعك في الكورة اختياراتك الشي اللي قاعد تقدم فيه السليمان راوي سجلوا التاريخ وعشناها مبعضنا دانك غران برافو سي وليد انك برافو للفرصة اللي باش تتعطاها المونير الشيحي سي لوكازيون باش واحد من ولاد النادي ياخد الفرصة ان شاء الله رب ينجح ورب يوفق وفورك وابا ما تكونش مستقبل السليمان هي الانطلاقة متاعه معانتها في البوابة متاع نوادي اخرى محلقة سي وليد محلقة سي شاكر محلقة السبري بتاع مدرب محنك باش نحكي لك باش نحكي لك طرفة باش نحكي لك مش طرفة هي حاجة مفخرة في شاكر ننعبه مع فريق معتها هو يلاني فتحاد بن قردان فريق منافذ في المجموعة جاي وقعد تفرج فيه ترح باجا مع جماهيد المستقبل السليمان وهو يحظى باستقبال مدرب جاي عاين في فريق اللي بش اللعب ذدو اللي هو ويحظى باستقبال كيقولك شعبي شعبي مفهماش واحد بالجهور ما سلمش عليه لا بالضبط الشفة من علاقة الشنية بين المدرب بين شاكر مفتاح وبمستقبل هذه بسليمان ما فيه مونير الشيحي يا بطلي من الفوق ما فيه مفهماش واحد في السليمان ما يقدرش رأوا السيد هذا بحديك سحبي يحذر في ما أتننا يحذر في أفراحنا يحذر في وحنا كيف كيف رائع الآن كيقول لو بالفهم والملاء أنا شخصيا في مسيرتي الرياضية كنت بالروح ينجح شاكر مفتاح عنده يد كبيرة يبرشة العفو العفو سيباني لا أترني وكنت أنا أول واحد عملت معه في الرياضة مسؤول رياضي هو شاكر نفتاح خدمنا في السجام خدمنا في السجام وانتي برك الله فيك وكنت معناتها خير سند وانتي زادة ما شاء الله معناتها غيرتك على جمعيتك غيرتك على بلادك خلاتك خلاتك تعطي من وقتك على حساب عائلتك وعلى حساب صغارك وانا نعرف كل شي سي وليد را لا وانا أو صحبي بالمناسبة والله فرصة صحبي أو قدام في شاكري أكثر مدرب يخدم معي برشة يحب ينقصوا من نجاح مستقبل يدي بسليمان ومش ينقصوا من نجاح وليد جلات على أساس علاقته برئيس الجامعة وعلاقته بكذا رغمه صحيح أكثر واحد ينجم يعطيك الشهادة للتاريخ هو شكل مفتاح خذش تظلمنا من مرة قداش مع أنت تعداوا علينا ديزر بيتراج قداش كذا صحيح علاقتي برئيس الجامعة اليوم وغدوة خوية لكن بش كونه صارت صارت لعب بنتاج أو كذا أكبر واحد ينجم يعطيك الشهادة هذي وللتاريخ وأصدق واحد لأنه إنسان مبدئي هو شكل مفتاح وللتاريخ سي وليد أقوله أنا على مسؤوليتي أنت تعطى برئيس نادي منابل في مستقبل سليمان وبصمتك واضع وحتى واحد ما ينكر الدور الكبير اللي لعبه وليد جلاد في حياة مستقبل سليمان وهذه حقيقة يلزمها التدقال سي وليد جلاد سمحني سي وليد يعرف سي وليد وقت يبدأ عندي معتها نستشير وحتى وانا البر في موري الخاصة آخر سؤال سي وليد جلاد كيفاش تقبلت التاريخ اللي تمت إقالة الإقالة السيد شيك المفتاح بها من إجعاد بن جردين والله الحقيقة تفجأت لأنه فما قام عمل قام عمل اللي كبير شاكل مفتاح في اتحاد بن جردين ونعرف اللي مسؤولين اتحاد بن جردين معتها في علاقة تربطهم بعلاقة كبيرة وتعرف اللي مقابلة اللي احنا معتها سحية مقابلة اللي في معامل جامعة مستقبل بسليمان كانت اتحاد بن جردين ممكن قريب برشا بشيخرج من تيجت العادلة وحتى يفوز الطريقة الحقيقة ما عنديش تفاصيلها انا ماذا تعجبت لحقيقة معتها ما نعرش نية الكواليس ما نعرش شنو بالضبط انا حتى سي شاكل حتى كان معايا وكان يعطي في مواقفه ونستشيره وكان يتكلم وكان كذلك صراحة سي وليد الوقت يدهم فينا معذر اخذيناك عتقر بحكم علاقتك مع السيد وديع الجري ما حولتش تدخل سي شاكل مفتاح مع السيد وديع الجري وليع الجري والله يا صاحبي يا صاحبي سيد اصى من بالله العظيم انأكد لك اللي يوديع الجري ممكن معندو حتى علم بقيقالة شكل مفتاح سيد ارىه يا رأني ارىه كلمة الحق وليت معاه انا اتأكد لك ممكن معندو حتى علم بقيقالة شكل مفتاح سمحني يعني انا يعرف يعرف قوة العريق وكان يتتكلم في этаلفز كان يتكلم في الراديوات وفي تلابس أكثر من هكرة وشكل مفتاح ودي ما يقول رايو فلناشي نهائرها وصله وقلوا قتلك في شكل ما تقولش حتى نريضا بطول حكاة حتى حكيم حكاة حتى لكذا وكمستحيل وقلوا في شكل ما تحكيش في الكلام هذا قرارات فردية أنا أكد لك ممكن وديع الجريك أصلا من ونعرفه نعرفه السيد يحترم الراجل برشا وقناعته اللي مقتنعلي بشكل مفتاح نحن مدرب قدير جدا تعرف وديع الجريه وقت اللي حفظت على شكل مفتاح في المستقبل ذي بسليمان مكانش يعرف برشا فرشي مقابلت سليمان وتقريب فانا مقابلة في التلفزة قل لي وليد شكل مفتاح نعتبره من أحسن مدربين في تونس في المقابلة ذي كتاكتيك مون كانت مع شفاك استقريبا خسرنا وقتنا في شكل خسرنا خسرنا وليد حدرنا في سليمان عدينا مقابلة كبيرة عدينا مقابلة كبيرة برشا وقال لي وليد عندك وقتا أنا تلفت الجمهور لم يكن المشاكل مفتاح يمشي كان يمشي أنا نمشي وقتها قل لي وديع الجريب هتفني خلي عندك فريق ممتاز وراه خدمة فنية ممتازة جدا حافظ على مدربك هذه حقيقة من سيد وليد جلال بخصوص رئيس الجامعة حبيت نشكرك سي وليد جلال شكرا يعطيك الصحة وشالله موفق على رأس مستقبل سليمان وانشالله شفوه قديمة ناجح مع هذا النادي العريق بالتوفيق سي وليد وبالتوفيق المونير الشيح يا عايش كسي شاكر يا عايش كسي شاكر نرجع نواصل الحيوان وخلينا نقلبه معاش عنا برشة وقت ماذا بينا باختسار شنو ينقذ شاكر مفتاح بش ميدربش أحد الأندي الكبرى في تونس لا الناس تعطي ثيقة تعطيك ثيقة وكاوة معانتها اليوم في الوقت هذين بعد انا رأى تجربة هذية يمكن اوليت انا برسنال ما ثيقة كبرت عندي لكن مربوطين بالمعانتها الطرف الأطراف الأخرى هي ليه معانتها منقولش جازف ونقول اليوم قناعات تقتنع بالشيء اللي صار اذا كان انا عم ناول في نجم المتلوي نكمل البركور دلالي معانتها كلاسيه دوزيان بعد الاسبرانس اذا كان امكانيات محدودة وعادية نلقى روحي دوزيان اذا كان السناء في اتحاد بن جردان الى حد دوين خدمت معانتها ملا شي عملنا فريق محترم معانتها رو اذا كان نقول نتاج رو دي ما انتر بارانتازي صح بمنيشانة واحدة المجموعة المجموعة هيئة مديرة ستاف تكنيك واحدة دانك في كيف كيف اتحاد اليوم ما كونفيرماسيان نراها متاع دي رزولتات بوزيتيف كونفيرماسيان متاع عمل وحتى في الفرق اللي خدمت فيها معانتها كانت دي مالو ستيل دو جو يختلف شوية على الفرق الاخرى كنا نقدموا في كورة قدم معانتها تشرف في كلمة تنقصك مكينة بش ديز معاك بصراحة صحيح 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 نقصاتك مكينة بش تولي تدرب فلاندي الخبرى موجود موجود انا منكمش شوية معانتها منسكر على روحي شوية فريق تحلم تدريبه في تونس محتراماتي للفرق الكل والله محتراماتي للفرق الكل الفريق اللي بديت فيه مسيرتي في اللغوية شوية اللي هو النادي الفريقي تحلم تدريب النادي الفريقي اكيد بسماش واحد ما يحلمش تدريب النادي الفريقي علاقة شكل مفتاح ببقية المدربين من ابنى جيلك في كلمة علاقتي بالزملاء الكل طيبة بصراحة معانتها في مسيرتي كاملة ما كانتش عندي حتى مشكل معانتها مع اي زميل سواء معانتها من جدد سواء من جيليانا سواء من اللي قبلي كنت نحترم من الناس كل اليوم نحترم من الناس كل خلطت انا راني خلطت على باب احميد الله يرحمه سيد احمد المغيربي الله يرحمه سيد احمد ده علي يا ربي يطول في عمره معانتها عدة اسماء كانت كبيرة سير جب السايح سيمون صف العرفاوي هذو ما الكل خلطت عليهم احتكيت بهم من القريب وانا كنت صغير برشا بعد معانتها الجيل متاعي عمار صوايح وحيد المنيف وحيد عبد الرزاق سالم التباسي محمود باشا معانتها كل احترام وطولت انا شوية معانتها المسيرة والحمد لله علاقتي معانتها الطيبة ما عندي حتى اشكال مع اي زميل في طيلة مسيرتي معانتها في التدريب شكون من المدربين الشبان اللي تنتظر له مستقبل كبير حب اسم شوف راهو ريت الكورة طوا معانتها فما انترنور يبدأ يعمل باركور بوزيتيف السوفي معانتها تصير رزلتات نيغاتيف ولا اثنين وهو شي عادي يتم اقصاءه وكي انه معمل شي معانتها سيمالره اه لا سعد لا سعد دريدي تراها مستقبل مدرب كبير بحكم معانتها التجارب اللي مر بيها بحكم قوة شخصيته بحكم معانتها تعترضه نكسات يخرج منها ويعود يرجع ثم معانتها قوة شخصية ثم رباط رباط جائش نتصور معانتها بش يكون عنده معانتها طول انفس وبش يكون عنده باركور طويل في عالم التدريب قراءة سي شاك المفتاح في القائمة قائمة ستة وعشر اللاعب اللي اختارهم سي جلال القادر فيه باختصار في كلمة قلتها موافق جلال معانتها اول شي نتمنى له التوفيق مدرب تونسي ان شاء الله ينجح وراه في نجاح وهو نجاح معانتها المدرسة التونسية ونجاح الكورت القدم التونسية القائمة موافق عليها مية في المية الا فيه اربع حراس مرمى منيش موافقه بالكل وكان من الاجدر معانتها ثلاثة حراس مرمى وصعد بقير اللي صار معاه ما حكوش صار كان ينجم قساء سعد بقير من المنتخب اثار الكثير من الجدان تعتبر وتضلم سعد بقير؟ نعتبر وتضلم من عدة اعتبارات اول شي معانتها وجوده في المجموعة معانتها باستحقاق لانه لاعب مهاري لاعب يساري ومثلا ماش ملاعبي في المجموعة اللي موجودة معانتها من تركيب تسعد بقير من الناحية من الناحية الثانية وجوده في المجموعة الاخر وقتهم بعد خروجه كيف كيف معانتها ما كانتش صورة باهية والحاجة الثالثة كونه معانتها كنا نجم كانت عنا الامكانية ثلاثة حراس كيما عملت لناصيون الكل ومنظلمش ملاعبي معانتها بالطريقة هذيك اقصى سبق الدبشي ودعوة البلبولي ناس اعتبروها تكريم لهذا الحارس ليس إلا كيفش تقول عليها انت في كلمة شوف الصدق الدبشي اول مباراة اللعب فيها ضد التراجي كانت ضدي هنا في المتلاوي نتفكر هالمباراة هذيك اخر مباراة في الموسم كنا باش نفوزوا ما نتعداوش للبلايوت اللي اللي نحانا نحانا الفوز نحانا الربح وخلانا نمشي والبلايوت والصدق الدبشي راح نتفكرة نحانا ثلاثة اهداف معانتها ما 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 فيهمش وما يتنحاوش مغادي كانت لانطلاقها متاع وانا تصورت قلت الحارس هذي باش يكون عنده مستقبل تظلم ولا ما تظلمش في كلمة رايك باللي موجود تظلم باللي موجود تظلم يتحدثونا عن بصمة رئيس الجامعة الترسية اللي يكون تقدمت في قائمة المنتخب شنو ورايك انت ما نعرش انا طوى بالملموس ثمة ولا ما ثماش ما نعرش لكن اللي صاير فما راح في قائمة اللي صير يخلي 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 شوية الحاجات اللي قاعدة تصير والحاجات اللي قاعدة تخرج تخلي شوية معنتها شكوك انتصار تونس على ايران في مباراة البارحل هو دليل على جاهزية المنتخب لمباراة الدنمارك يوم الثلاثاء بحول الله شو انا ريت مباراة ايران بصراحة في مكانها كانت تقبل شوية انا اللي ما حبيتوش مباراة البريزيل قلت من الاشدر نلعب معنتها ضد فريق اللي يشبه الاستراليا اكثر واحد يشبه معنتها الاستراليا كراويا هي ايران لانو الاستراليا تعتمد على الانجاجمان فيزيك على الياقة البدنية كبيرة على اللعب الطويل شبه لعبها شوية انجليز القديم مش الانجليز متعتوه دونك ايران سي بريس كيف كيف الربح انتعامات شمس يعطينا اكثر ثقة ويزيد يخلينا نتفائلوا اكثر بش نفوزوا في مباراة استراليا انتظرتك من مباراة الحسن منهار ثلاثة ان شاء الله هل ان المنتخب قادر على تحقيق الانتصار انت في الكوليس قد تروح البارح خلاني متفائل اكيد والله لا انا بصراحة سي صاحبي مش تروح البارح خلاني متفائل تعال شنو خلاني متفائل الشي اللي صار في المدة الاخيرة لكل البوليميك اللي صارت على الارباح الرأس على سعد بجير على اللي شواء على ديلان براون استنى في رد تفعل ديما كل وين تصير مشكل في المنتخب الاو تصير رد تفعل معناه البوليميك في صالح المنتخب بش تخدم صالح المنتخب بش تصير رد تفعل من لعبينا خلينا نمشيوا الريبريك اعترافات من القلب او الاصح اعترافات جريئة اعترافات جريئة اكثر اكثر اي اكثر رئيس جمعيا ندمت على التعامل معه حب اسم في الاردن في الاردن في الاردن في الاردن لاعب خان ثيقة شاكل مفتاح والله خيانة خيانة لا يمكن تنكر الافضان عدم اعتراف اعتراف بالجميل شكونوا هذا منظم انا من سميش لسامي لكن اليانو فاما فاما برش جمعيا ندمت على التعاقد معها في الاردن هل تعرض المدرب شاكل مفتاح للابتزاز او محاولة ابتزاز من احد السماسرة شوف سي صاحبي تقوليش في الاردن زادا لا لا الى حد اليوم الى حد اليوم ما تعملتش معه وكلاء الوكلاء حتى وكيل اعمال الى اليوم لفي تونس لخارج تونس هزني الفريق الى حد اليوم ما تماش علاش بش نتعرض لعملية ابتزاز ما صارتش ما صارتش واضح صراح مباراة نهاية الموسم الفارد في البلاي اوت باجا المتلوي في المتلوي يقال في الكواليس فيها بيع وشريع صحيح ولا لا هذه الحقيقة في دقيقة اللي كنت مش نحكي لك عليها بصراحة وانا نجزت على الوقت تليفون وانا هذه الحقيقة هي المباراة اللي الناس اللي تكلمت قالت فيها شبها ونرجعوا للمباراة هذه وفما تلاعب وما ثم ما تلاعب الناس شاد الكورة في السنتر واحدة واحدة يفدلك بكل صراحة وبكل صدق بكل صدق مباراة ما فيها حتى تلاعب اللي السيكونس متاع كورة في الوسط رهي جات بعد ما الجمهور متاع المتلوي عايت صاح الملاعبية وقتها وقتاش وقتها في دقيقة السادسة في البرديتان يسخيبوا الماتش متاع جيرجيس وفا شدوا كورة دوروا كورة فك السيكونس هذه هالي يعقل احنا حطين ثلاثة ملايين راو على الفوز في المباراة هذه بريم بريم ثلاثة ملايين لآخر وقت أنا في الديسكور متاعي كلهم الولاد راو كنت عادلوا بش نطيحوا رانا كنت عادلوا بش نطيحوا في الميتان دونك ما ثم ولا باجر كيف كيف نعطيك معناتها للأمانة لصار اتصال وانا رئيس النادي وقتها معناتها سيمو حامد ديناري ونحييه بالمناسبة نخدمه كل شي انترانسبرانس ما لقال راو فما اتصالات لا ردوا بالكم راو بشنا ولكن نعملوني لمعباجة النجم ونمنعو الاثنين جاميه ما صار شراو صدقني مباراة هذهك لا فيها حتى تلاعب يعني قلتلك مبعد ما جمهور صاح كإنه هدف تسجل تقول وهي سمعوا معلومة غالطة كمكوال مباراة متعجر جيس وفات وقتها الملاعبية دوروا كرة في السنتر صحيح عنوان اللي واقع الكورة التونسية حاليا نحب عنوان في كلمة مش ما نقولش حبك تقول الحقيقة مش ما نقولش ما نقولش ما نقولش للأسوأ تريد ترودية نقول وقفنا على بلسطنا ما تطورناش ما تطورناش الكورة مريضة يلسمنا نتلهو به عنوان اللي واقع التحكيم في تونس فيه وعلي فيه الباه وفيه الخير فيه وعلي عنوان اللي واقع المدربين في تونس الوضعية مش مريح وضعية مش مريح بهينة مبعضكم ولا في الوجه مريح وفي القفافة لا والله ثم ناس محترمين ثم ناس تحترم المهنة وثم ناس كامبل للناس معناتها الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه موجود قليلة 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 شكون عنده فضل على شاكر بفتاح في مسيرة التدريبية الفضل الرب يقبل كل شيء رجب الساح يوقفه معايا معتها في بداياتي والمرحوم أحمد المغيربي رجب الساح وأحمد المغيربي معتها في بداياتي ووقفه معايا كما يكون الله يرحمه نعم وصيد أحمد المغيربي طوى بش نوصل لفقرة السؤال السري السؤال السري بش نعطيك سؤال تطلع عليه وحدك يساتر كان لا 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 بس فمكان خير كان مستعد تجاوب ترجع لي نقرأ وانتي تجاوب كان باتحبش ألبس برياتك تشكر في عقلك وتفضل أخويا أقرأ السؤال بيركو بيرروحك كان أوكي أنا نطرع السؤال كان تحتفظ هذا من حقك السؤال السري السؤال السري السؤال السري سيشيك القاعد يقرأ نقرأ أنا نجاوب نجاوب خليني ما لا نطرح السؤال نجاوب صحيح جاتك ضغوطات من السيد نوردين الطبوبي بش ما تحكيش عالبيع والشريع بين إدارة نجم المتلوي وإدارة الأولمبي البش شوف سي نوردين طبوبي تجمعني بها علاقة طيبة طيبة جدا إلى يومنا هذا مع تنسان نحتر مبرشا رجل دولة بامتياز قاعد يقدم في خدمات للدولة ويحب جمعيت والولمبي الباجي ويقدم لها جاتك ونا ما جاتكش يستحيل 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 نتحدى أي كان شناعتيك مجموعة من أسمان المدربين في كلمة كل واحد شتعطيها العشرة فوزي البنزرتي عشرين على عشر معين الشعباني عشر على عشر مختار تليلي شبك تنهد سي مختار في كلمة ترموه والله مسيرة معانتها معتازة جدا معدل مختار نعطيها عشر يوسف الزوب كيف كيف أنا نحكي مسيرة وش عمل من إنجازات أذاك على الشيء عشر عمار سويح عشر على عشر نبيل معلول تليفونك على المباشر ليو مسيلش نبيل معلول نبيل تسعة على عشر منتصر لوحيشي ثمانية على عشر نبيل الكوكي تسعة على عشر قيس العقوبية ثمانية على عشر جلال القادري حتى بعد الكوب ديمة محظوظ جلال القادري بعد الكوب ديمة محظوظ جلال القادري محظوظ في البركور الأخر إذا حبوك ارتاح لا حتى هو خدم على روحه مهر الكنزاري مهر روح على عشرة على عشرة مسيرتو كانت مع أكتر شي مع الليجون بتاع الليكيب ناسيونال على عشرة ما كان على عشرة تسعة على عشرة تسعة على عشرة قديش كريم في المعدلات نعطي برشن لسعد دريدي لسعد عشرة مرشون ربيش فيه كيفش تعملت مع إذبته الصحية في كلمة والله يا أول شي ربيش فيه وهذي كمعناتها راي ضريبة المدرب والمتعاب والصعوبية بتاع المهنة هذه إن شاء الله ربي معاه إن شاء الله ربيش فيه وربي يفرج عليه وسافر إسا يعالج في فرنسا إن شاء الله نسمع عليه الخبر البي ودي الجاريش تعطيها العشرة لا ربع معت الموانضة الموانضة لولا نعطيها عشرين على عشرة والموانضة والبقية والاخرة موانديس كنا ترشحنا للتور الثاني طيو نعطيها المعادل سنو خلينا مع التور ما نشقى بش نقص اللي ميسيون قبل عطيتو عشرين على عشرة وفي السنوات الأخيرة قادش معادل خايف لا يسكر لك البيبان ستة على عشرة لوش خايف ستة على عشرة ستة على عشرة يعطيتو المعادل ولا ينجح بالإسعاف ما وش عدد به هكا نوصلو خاتيمة حوار شكر شكر مفتاح كنت سعيد جدا موجودك معايا شكر خاص طهر بن شعبان بالحصل الفرشيشي كل زملاء في راديو